عندنا على مستوى الصحافة وعلى مستوى عنوين الصحف العالمية تعالوا مع بعض نشوف آلة صحافة العالم عن ييرو 2020 مع حضراتكو في المحترف صحافة العالم اللي اتكلمت بشكل كبير جدا عن طبعا ييرو 2020 هنبدأ مع المنتخب الاسباني او الصحافة الاسبانية يمكن المنتخب الاسباني يمكن قبل البطولة كان من الاسماء المرشحة بقوة للوصول للمباراة النهية والفوز بالبطولة لكن اعتقد مع بداية البطولة خيبت امل كبيرة جدا لادارة المنتخب الاسباني في اول مبارايتين حضراتكو عارفين طبعا التعادل السلبي مع السويد سفر سفر والتعادل اللي جابي واحد واحد مع منتخب بولندا بصراحة كمان الشبح الخروج مبكرا من البطولة حضراتكو عارفين طبعا ان يمكن لويس انريكي كمان كان من العلامات الاستفهام الكبيرة جدا انه على مر تاريخ المنتخب الاسباني ان اول مرة في تاريخ المنتخب الاسباني لم يتم اختيار احد لاعبي ريال مدريد وده كانت علامة الاستفهام كبيرة جدا يمكن جولتنا في الصحافة من خلال اسبانيا نبدأ بجريدة ماركة الاسبانية اللي يمكن اهتمت زي ما اقول لحضراتكو بالمنتخب الاسباني وكتبت عن بوسكتس طبعا بوسكتس عارفين انه يمكن غاب في الجولتين اللي فاتوا نتيجة فيروس كورونا لكن بوسكتس يعود للمجموعة وده حضراتكو عارفين بعد طبعا اصابة بوسكتس بفيروس كورونا تعافى من الاصابة وشارك في التدريبات طبعا مع المنتخب الاسباني امبارح وظهر اللاعب خلال التدريبات باداء بدني جيد بيأكد الجاهزية طبعا لخود المباراة المباراة القادمة مكسب كبير جدا للمنتخب الاسباني يعني في وسط ملعب المنتخب الاسباني لسه في اسبانيا وجريدة موندو ديبتريبو الاسبانية ركزت على منتخب اسبانيا قبل طبعا لمواجهة المرتقبة امام منتخب سولفاكيا وكتبت تغييرات في الافق لمنتخب اسبانيا امام المنتخب السولفاكيا اعتقد هيكون فيه تغييرات على المستوى التكتيكي وعلى مستوى الافراد أكيد طبعا المنتخب الأسباني لا بديل لغير الفوز أمام المنتخب السولفاني لضمان التأهل لدور السبتاشر لسه مع المنتخب الأسباني نروح لصحيفة أس الأسبانية اللي وصفت يمكن نتائج المنتخب الأسباني في يورو عشرين عشرين وكتبت ما بين قصين كده أزمة ثقة أزمة ثقة على مستوى يمكن لويس أنريكي أزمة ثقة على مستوى اللعيبة نفسها داخل الملعب المنتخب الأسمادي بيقدم كورة استحواز استحواز بشكل جيد جدا ولكن يبقى النتيجة هي العامل الأهم للحصول على البطولات نفس الجريدة اهتمت كمان بتصريحات المنتخب بتصريحات المنتخب البلجيكي وكابت المنتخب البلجيكي هازارت اللي قال كحلي لن يكون مثل ما كان عليه من عشر سنوات يعني آس طبعا بتنتقد بشدة أو بتنتقد بشكل أو بآخر طبعا أداء المنتخب الأسباني وأداء ليوس أنريكي في ييرو 2020 طيب نروح مع حضراتكو لإنجلترا يمكن نتكلم معظم الصحف يمكن خلال الإمبارح والنهار ده بيركزوا على هاريكين يمكن بعد مرور 180 دقيقة هاريكين ما ظهرش بالمستوى المناسب للإسم الكبير عارفين حضراتكو هاريكين طبعا هداء في البريمالليج السنة دي طبعا الصحف الإنجليزية طلعت وصحيفة كل الصحف الإنجليزية لذا صن بتقول وكتبت هاريكين أساسي بالرغم من كل شيء جاريس ساوس جيت طبعا المدير الفني للمنتخب الإنجليزي بيضع ثقة بعودة هاريكين للحياة في أمم 2020 وبيشارك بصفة أساسية المباراة اللي جاية طبعا زي ما بنقول جاريس ساوس جيت ده طبعا بيضع ثقة كبيرة جدا جدا في هاريكين رغم زي ما بقول لحضراتكو بيقدم مستويات قليلة شوية وطبعا لغاية دلوقتي بالرغم زي ما بقول لحضراتكو هداء في الدوري الإنجليزي لكن لغاية دلوقتي في الييرو لم يظهر بالشكل المناسب ولم يحرز أي هدف بالرغم عن كل اللي بقول لحضراتكو دوت يبقى هاريكين طبعا على المستوى الفني لعيب كبير جدا جدا يعني هداف من طراز فريد يمكن فيه المباراة اللي فاتوا ما ظهرش بالمستوى الجيد مع حراسة هداف لكن عن الرغم من كده المان سيتي لسه بيقدم لهاريكين مبلغ خرافي للانتقال للمان سيتي الموسم القادم 100 مليون جنيه استرليني تقريبا بيعادل أكتر من 140 مليون يورو لانتقال هاريكين بيقدمه من سيتي آسف عرض رسمي لطبعا انتقال اللاعب الكبير هاريكين للانتقال لصفوف سيتي السنة اللي جاية طبعا التحدث كمان اتحدثت الصحافة عن ويلز ويلز اللي بيقدم مباراة أكتر من رائعة وطبعا وصوله لدور 16 في طبعا اليورو 2020 رقم طبعا خسارته أمام منتخب إيطاليا 1 سيف لكن طبعا اعتقد ان ويلز كمان من الفرق اللي ظهرت بشكل جيد على مستوى طبعا النجوم على مستوى الأداء ووصولها طبعا يمكن لدور 16 أكبر دريل ان ممكن ويلز يكون هو الحصان الأسود لـ 2020 في نفس السياق نتكلم لسه في انجلترا نتكلم على ديلي ميل طبعا دي صحيفة كبيرة أكدت في عنوان كبير لها تاني على هاريكين سيبدأ أساسي في مباراة المنتخب الإنجليزي أمام الشيك طبعا دي المباراة بإذن الله هتقام بكرة بنأكد تاني والصحف كل الصحف الإنجليزي يتأكد أن ساوز جيت المدير الفني ما زال يسق في قدرات وقائد المنتخب الإنجليزي اللي يمكن يعاني في اللقاءات الأخيرة زي ما قلنا لحضراتكم الصحيفة دي برضو صلتت الضوء على تأهل المنتخب الويلزي للأدوار الإقصائية يعني على الرغم من الخسارة أمام المنتخب الإيطالي ولكن يبقى ويلز أيضا من مفاجآت هذه البطولة والوصول لدور S16 نفس اللي موجودين مع حضراتكم في إنجلترا ديلي إكسبريس الإنجليزية طلبت من ساوز جيت الحفاظ على الهدوء والإبقاء على هاري كين يعني كل اللي خلي بالكم ده مهم جدا يعني كمان الصحف الإنجليزية رغم يمكن عدم ظهور هاري كين بمستوى جيد لكن كله بيعمل سوبرت ويطلبه المدير الفني بالإبقاء على هاري كين في التشكيلة الأساسية طبعا العيب مهم جدا في منتخب إنجلترا وهدف كبير جدا هدف المنديال 2018 هدف البريميال ليج فالتعامل حتى على مستوى الصحف كلها بتعمل سوبرتينج قوي جدا جدا لهاري كين نجمة المنتخب الإنجليزي يمكن المباراة الأولى أمام المجر يمكن والفوز 3-0 يحنا بنتكلم لسه طبعا على نروح للبرتغال يمكن البرتغال كمان يا جماعة خلينا نتكلم إنها بداية كانت بداية أكثر من رائعة منتخب البرتغالي بداياته كانت أكثر من رائعة والفوز 3-0 وكل الناس كانت بتتكلم يمكن على المنتخب البرتغالي إنه ضمن بشكل أو بآخر التأهل للدور القادم لكن عارفين طبعا البرتغال بتقع في مجموعة الموت المباراة الثانية أمام المنتخب الألماني والخسارة 4-2 يمكن كانت يعني بعد طبعا كمان التعادل مع تعادل فرنسا والمجر حط يمكن المنتخب البرتغالي في وضع سيء جدا ووضع يعني بعد ما كان يمكن بعد المباراة الأولى كل الناس بتتكلم على المنتخب البرتغالي لا البرتغال دلوقتي في وضع صعب جدا إنه هو اتغلب 4-2 وكمان المجر اتغلب مع فرنسا واحد واحد يبقى الفوز المباراة اللي جاية كمان أمام مين هيلعب فرنسا بطل العالم ويحدكون مباراة صعبة جدا جدا تعالوا مع بعض نشوف برضو الصحف البرتغالية قالت ايه عن المنتخب البرتغالي نبدأ بصحيفة أبولا البرتغالية في غلفها إلى التفسيرات اللي أدل بها أو التصريحات اللي أدل بها فرنكو طبعا سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي بعد يمكن الهزيمة من ألمانيا 4-2 قالت الصحيفة البرتغالية إن سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي لم يخفي حالة استياء كبيرة جدا في المنتخب البرتغالي بعد الهزيمة الكبيرة أمام المنتخب الألماني 4-2 وأشارت كمان أن تصرحات سانتوس واللي من خلالها قال أني لا أريد توقع السيناريو عارفين فيه كذا سيناريو مطروح كمان على مستوى النتائج قال علينا قال ده طبعا على لسان سانتوس قال علينا الآن مواجهة المنتخب الفرنسي أولا ثم الحديث عن النتائج فيما بعد المباراة يمكن زي ما بقول لحضراتكم ماقف صعب جدا للمنتخب البرتغالي أمام المنتخب الفرنسي المباراة القادمة نروح لفرنسا يمكن فرنسا كمان بعد أكيد المفاجأة اللي يمكن كانت كل الناس متوقع أكيد فوز المنتخب الفرنسي على المجر لكن بعد تعادل المنتخب الفرنسي أمام المجر واحد واحد ويمكن ويفوز زي ما بقول لحضراتكم يمكن هي فازت على ألمانيا واحد سفر بتواجه كمان فرنسا مباراة صعبة أمام البرتغال في آخر الجولة آخر مباراة في المجموعة الستة نروح للكيب الفرنسية اللي ركزت بشكل كبير جدا على لقاء المنتخب الفرنسي الحاسن أمام البرتغال في أمم 2020 أمم أوروبا 2020 وكتبت للكيب الفرنسية كريم بنزمة ما زال يبحث عن أول هدف منذ عودته للمنتخب الفرنسي وحطته تحت يعني المسكوب شوية يعني كل الأنظار حضراتكم عارفين يمكن يمكن بنزمة غير فترات كبيرة جدا جدا عن المنتخب الأسباني لكن صحيفة للكيب بتركز أن رغم عودة يمكن بنزمة الهدف الرائع لطبعا فريق ريال مدريد اللي ظهر بشكل أكثر من رائع المسلمين اللي فاتوا بيقدم مستوات كبيرة جدا لكن للكيب الفرنسية بتقول ما زال طبعا بنزمة لم يحرز هدف ولم يظهر بالشكل المناسب تعالوا نروح لإيطاليا نشوف إيطاليا طبعا اللي يمكن بتعمه فرحة كبيرة جدا لكل الشعب الإيطالي بالمستوى الجيد اللي بيقدمه منشيني مع المنتخب الإيطالي كل الصحب بتتكلم على منشيني الشكل الجديد شكل الأزوري الجديد الحصول على العلامة الكاملة وسبع أهداف في تلات مباريات يعني كل الناس على رأسها طبعا الصحف العالمية وعلى رأسها أكيد الصحف الإيطالية نروح للاجازيتا ديلي سبورت الإيطالية اللي بتقول يتحقق المنتخب الإيطالي بيحقق العلامة الكاملة والصعود كمتصدر للمجموعة قالت كمان إن حصلنا على المركز الأول في المجموعة الأولى يعني ده كان بسبب يعني هدف أو بسبب طريقة منشيني الرائعة في إدارته للمباراة وصفت منشيني كمان بالنجم وقالت يعني سمح للجميع باللعب طبعا حضراتكم عارفين المباراة الأخيرة كمان بعض اللعيبة لما لعبتش أول مباراتين في المجموعة سمح لهم منشيني باللعب في المباراة أكتر من أربع أو خمس لعبين لعبوا في المباراة الأخيرة وكمان يمكن منشيني بيعادر رقم بوزر مع إيطاليا اللي يمكن مخسرش فيه خلال تلاتين مباراة زي ما بقول لحضراتكم كمان الصحف على مستوى إيطاليا عندها فخر كبير جدا بالمستوى اللي بيقدمه منشيني صحيفة كوريلي ديلي سبورت دي لسه برضو مع حضراتكم في إيطاليا بتتكلم على حكاية خرفية قالت منتخب إيطاليا بيهزم طبعا ويلز بهدف ويطير إلى دور الستاشر أشرت كمان إلى أرقام منشيني القياسية قائلة منشيني مثل بوزو طبعا تلاتين مباراة بدون خسارة بكده يمكن يعني زي ما بقول لحضراتكم منشيني منشيني بيقدم عروض قوية جدا جدا بيكسر أرقام قياسية وأهم حاجة في المنتخب الإيطالي خلينا نكلم بكل أمانة جزئين الجزء الأولاني خلاص المنتخب الإيطالي بيلعب كرة حديثة كرة لا تعتمد بس على الدفاع زي يمكن فترات كتيرة لكن بتعتمد كمان على الأداء الهجومي إحراز أهداف بشكل كبير جدا ده جزء الشكل التكتيكي ليه جزء آخر كمان على مستوى الكرة الجماعية مفيش نجم بارس في الكرة الإيطالية زي ما بنتكلم على نجوم كبار قبل كده في المنتخب الإيطالي لكن دلوقتي الكرة الجماعية هي الكرة السائدة للمنتخب الإيطالي اللي بيحقق نتائج أكتر من رؤية في اليورو 2020 وبقى مرشح للحصول على البطولة يمكن قبل البطولة ما كانش المنتخب الإيطالي من دمن المرشحين دي كانت نهاية طبعا فقرتنا مع صحافة العالم واللي قالته عن يورو 2020